الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهي من مبد الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في هذا الكون من نسمي وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم حياكم الله بياكم مشاهدي الأكارم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان تكلمت في اللقاء السابق عن بعض الروايات المتعلقة بحديث الكساء التي تنقض العصمة المزعومة عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وتناولنا هذا الكلام كله من كتبهم ومن مراجعهم ومن مصادرهم هناك روايات تنفي عصمة الأنبياء عند الشيعة التي يدعونها هناك روايات تنفي عصمة الأنبياء هناك روايات تنفي عصمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذكرنا مجموعة من هذه الروايات ومن هذه النصوص تنقض ما ذهبوا إليه من عصمة الأنبياء والأئمة والنبي صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في حق آدم قوله تعالى وعصى آدم ربه فرواه روا القوم عن الصادق أن الشيعة ذهبوا إلى آدم فقالوا له أنت أبونا وأنت نبي وأنت أبو البشر فسأل ربك يحكم بيننا ولو إلى النار قال لست بصاحبكم خلقني ربي بيده وأسجد لي ملائكته ثم أمرني فعصيته قلنا للشيعة كيف يكون معصوما ويعص الله هذا أندلة فإنما يدل على أنه ليست هناك عصمة طارت العصمة التي تدعونها للأئمة وهذه العصمة نبني عليها الدين نقولنا قبل ذلك بأن الدين يقوم على النص والمهدي والعصمة إذا أسقطنا النص على الإمامة المزعومة ثم أسقطنا المهدي لم يتبقى إلا العصمة والعصمة لا تكون الغير موجود فإذا كان المهدي موجود أولئك من الاثنى عشر موجودون فلابد أن يكونوا معصومون على فهم الشيعة طب كيف يكون هؤلاء معصومون وفي كتبكم وفي القرآن الكريم أولا قبل الكتب ما ينقض هذه العصمة بل وترون ذلك أنتم في كتبكم أصلا ما يتنافى مع هذه العصمة المزعومة وقوله تعالى في حق موسى الذي روى القوم فيه عن الصادق في قول الله سبحانه وتعالى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له قلنا كيف يكون كذلك موسى معصوما ويعص الله سبحانه وتعالى وقوله فأوجس في نفسه خيفة موسى كيف يكون المعصوم خائفا وقوله تعالى أيضا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام واذكر ربك إذا نسيت هل ينسى النبي يا شيعة عند السنة ينسى لا إشكال في ذلك أبدا ينسى رجل بشري ويعتريه ما يعتري الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم فلا إشكال في ذلك أنه ينسى لكن عند الشيعة لا يمكن أبدا هذه جريمة إن قلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى الحسن أو الحسين أو علي أو كذا أو كذا ينسون لا يمكن أبدا ليش؟ لأنه معصوم والعصمة لا تقتضي ذلك بل العصمة تتنافى مع كل نقيصة والنسيان من نسبة لهم منقصة سواء نسيان أو سهو أو خطأ أو إلى آخره أيضا قوله تعالى وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت وقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى كلها أدلة تنسف معتقد الشيعة في العصمة هنا الصدوق يخالف الخط الشيعي تماما ابن بابويه الصدوق فيثبت سهوى النبي وينسف عصمة الشيعة المزعومة ماذا قال الصدوق؟ قال طبعا هو يتهم الشيعة بالغلو بل ويلعنهم يلعنهم كما سنبين من هذه الكتب أنا سأثبت لكم كما قلت أن كل إنسان شيعي له خط مخالف وله دين خاص فيه كل واحد منهم عنده دين حتى المراجع الموجودون على الساحة اليوم كل إنسان له دين خاص وعندما يقول لك أنت من تقلد؟ يقول لك لأنا لا أقلد إلا في الأحكام الفقهية طب من تقلد؟ يقول لك أنا أقلد السستاني والثاني يقول لك لا أنا أقلد الشيخ الوائلي والثلاث يقول لك أنا أقلد محمد حسين الفضل الله والخامس يقول لك أنا أقلد فلان كل إنسان وكل مرجع له دين يخصه والعوامة تقلد بل لا يجوز عندهم بذا كنت تقلد السستاني لا يجوز لك ويحرم عليك أن تقلد مرجعا آخر لأن هذا دينه الخاص فيه دينه الخاص فيه فلا تقلد غيره عشان حتى لا تتضارب الأقوال طيب الصدوق يقول يقول إن الغلاتة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهوى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنا شيخه ابن الوليد كان يقول أول درجة في الغلو نفي السهوى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو جاز أن نرد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن نرد جميع الأخبار وفي ردها إبطال للدين والشريعة شف ماذا يقول الصدوق قال وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وسلم ورد على منكريه من الذي ينكر ذلك يا صدوق؟ الشيعة قومه في الحلقة السابقة أثبتنا رد الحيدري في آية التطهير على الشيع على قومه وضربهم بقنابل أهل السنة وبأجوبة أهل السنة في هذا الباب في هذه الحلقة نثبت أن الصدوق وهو عمود من أعمدة المذهب عمود إمام المذهب في زمانه كما يقولون هو نفسه يضرب عصمة الشيع يضرب عصمة الشيع ويثبت سهو النبي بل يقول وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي ورد على الشيع رد على منكريه طبعا الصدوق حينما خالف الخط الشيع في هذه المسألة تعرض لانتقادات واسعة وتشنيعات كثيرة بسبب قوله هذا عن زيد الشحام قال إن نبي الله صلى من ناس ركعتين ثم نسي حتى انصرفا فقال له ذو الشمالين يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء فقال أيها الناس أصدق ذو الشمالين فقال نعم لم تصلي إلا ركعتين فقام فأتم ما بقي من صلاته كيف تروي هذا يا توصي هذا الكلام جاء عند التوصي في كتاب تهديب الأحكام وعند المجلسي في كتاب البحار في الجزء السبع عشر وعند الكافي في المجلد الثالث في الصفحة ثلاثمية خمسة وخمسين تحديدا أنت يا توصي ويا كليني ويا مجلسلي كيف ترويون هذا الكلام أصلا وهو مخالف لأصمة الشيعة أليس هذا هو المجلسي الذي ذكرنا في الحلقة السابقة والذي كان ليثبت عصمة أصحاب الكساء قال بتحريف القرآن حتى يخرج أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أن يدخلن في معنى الأهل في آية التطهير هو هو الآن يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يسهو وينفي العصمة من خلال هذه الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو خالف الشيعة في هذا الباب تناقض واضح فاضح في كتب القوم هنا يحاول أن يخرج زوجات النبي من العصمة ثم بعدها يذكر ما ينفي العصمة عن النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام العصمة تقتضي أن لا يسهو وأن لا يخطي وأن لا ينسى هنا نسي حديث ذو الشمالين رواه الطوصي والكليني والمجلسي في رواية أخرى قال وما ذاك قال إنما صليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون مثل قوله قالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم بهم الصلاة وسجد بهم سجدتي سهو هذا الكلام موجود فين موجود في تهديب الأحكام في المجلد الأول في صفحة 235 موجود في كتاب الكافي في الجزء الثالث في الصفحة 81 موجود في كتاب البحار في الجزء السبع عشر في الصفحة 104 والروايات في هذا الباب كثيرة جدا حتى بواب المجلسي صاحب البحار بابا بعنوان باب سهوه ونومه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المجلد السابع عشر وذكر فيه روايات من الصفحة 97 إلى الصفحة 129 تحديدا طبعا هو ذكر كلام ذكر نفي السهو وذكر إثبات السهو نفتح سويا الباب اسمه الباب السادس عشر باب سهوه ونومه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الصلاة أي عصمة إذن يا شيعة وأنت تبوب بابا كبيرا في إثبات سهو النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيه قول ابن المطهر الحلي في الصفحة 110 يقول قال العلامة الحلي قال العلامة في المنتهى مسألة التكبير في سجدتي السهو احتج المخالف بما رواه أبو هريرة عن النبي ثم كبر وسجد قال والجواب هذا الحديث عندنا باطل لماذا لاستحالة السهو على النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة أخرى قال الشيخ وقول مالك باطل وقول مالك اللي هو القول بسهو النبي باطل لماذا لاستحالة السهو على النبي طيب وقال الشهيد قال وخبر ذي اليدين متروك بين الإمامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن السهو لم يصر إلى ذلك غير ابن باباويه القمي طيب عدوا معايا للصفحة 105 صفحة 105 عن تميم القراشي في نفس الباب طبعا في الصفحة 105 عن تميم القراشي عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن الهروي قال قلت للرضى يا ابن رسول الله إن في الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته فقال كذبوا لعنهم الله أخذ بالك كذبوا لعنهم الله إن الذي لا يسهو هو الله لا إله إلا هو إن الذي لا يسهو هو الله لا إله إلا هو هنا الصدوق يثبت السهو والمجلس ينقل ولم يعلق عن الصدوق روية الغضاء فيثبت أيضا السهو فلك أن تتخيل كل هذا التخبط الموجود في دين القوم أيضا هناك ما ينقض العصمة عصمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في دينهم قصة سحر النبي على سبيل المثال نأخذها عرضا سحر النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينافل عصمة كيف يصحر النبي ولذلك أنت لما تأتي تحاير شيعي في أي مكان ولك عم أنت لا تتكلم في هذه المسألة وعندكم في المخاري كد وكد وكد البخاري ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يصحر كيف يروي البخاري الكذاب هذا الكلام يعني دعك من البخاري على طول أنا أكلمه أقول لك دعك أقول له دعك من البخاري أنا أتكلم الآن عن كتب الشيعة افتح معي هذه الكتب وشوف هل ذكر أصحابها أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر في دينكم أم لا أولا نستمع إلى هذا المقطع من ياسر الحبيب من رموزهم وهو يتكلم في هذه المسألة ثم نعود يعني هنا ياسر الحبيب يقول كما يقول هؤلاء بأنه مستحيل وكذلك أحمد الوائلي مستحيل أن يصحر أن يصحر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن ذلك من افتراءات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي قالت بأن النبي عليه الصلاة والسلام سحر يقول وهذا يعني اعتبروه من الدلائل على سقوط عائشة رضي الله عنها وأنها من أهل النار كما يقول وإحمد الوائلي أيضا يقول هذا الكلام يرفضه تفسيرنا ويرفضه علماؤنا ولا سبيل إلى قبوله فأنا أقول بكل بساطة هذه الكتب موجودة ولم تحرق نفتح سويا كتاب بحار الأنوار في الجزء الثامن عشر وليس بحار الأنوار وحده عندي مصادر يعني هذا الكلام موجود في تفسير فرات في المجلد الثاني في كتاب طب الأئمة في الصفحة 118 في كتاب مجمع البيان في المجلد العاشر في الصفحة 568 في كتاب المناقب في الجزء الأول في الصفحة 395 في كتاب البحار في الجزء الثامن عشر في الصفحة 69 والصفحة 71 في كتاب البحار في الجزء 25 في الصفحة 155 في كتاب البحار في الجزء 38 في الصفحة 28 و 63 و 303 وكذلك موجود في المجلد 63 والمجلد 92 والمجلد 95 وفي كتاب نور الثقلين في المجلد الخامس وفي كتاب تأويل الآيات وفي كتاب البرهان مصادر كثيرة جدا 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 في كتب الشيعة كلها أعمدة في دين هؤلاء القوم ممن تستقون الدين أصلا إذ لم تعودوا لهذه الكتب ممن تستقون الدين كل إنسان له فهمه الخاص لكن هناك كتب تعودون إليها هناك كتب تنقلون منها حتى لو لم توافق هواكم يعني من أعظم الشبه التي يستدركوا بها عوام الشيعة قبل علمائهم العلماء يسكتون أحيانا لهم يعلمون أن في هذه الكتب مخازي لكن العوم يقول لك يا أخي البخاري عندك يعني هو يجد أو يرى أن أعظم مسألة للطعن في البخاري هي قضية سحر النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لنا فيها كلام لكن عند الشيعة أنا أرد بداية وأقول افتحوا كتبكم وانظروا في كل عقائدكم وأنا أقسمت قبل ذلك أن عند الشيعة لا توجد عقيدة واحدة إلا هناك ما يضاد هذه العقيدة وينافي هذه العقيدة في كتبهم وقد ذكر ذلك صاحب التهذيب التوصي في مقدمة تهذيب الأحكام قال لا يوجد روايه إلا وبإيزائها ما يضادها هناك ما يعاكسها ولذلك ترك كثير من أصحاب هذا المذهب المذهبة لهذا التنقض الموجود في دينهم لم ينكر هذا التوصي بنفسه في كتاب تهذيب الأحكام يبقى نفتح سويا كتاب بحار الأنوار في الجزء الثامن عشر في الصفحة تسعة وستين ننظر ماذا يقول قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد قال لبيك يا جبرائيل قال إن فلان اليهودي سحرك وجعل السحر في بئر بني فلان فابعث إليه يعني إلى البئر ابعث فلان هذا إلى البئر قال ابعث إلى البئر أوثق الناس عندك وأعظمهم في عينك وهو عديل نفسك حتى يأتيك بالسحر قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال انطلق إلى بئر ضروان فإن فيها سحرا سحرني به من لبيد ابن أعصم اليهودي يا أحمد يا وائلي ويا ياسر يا خبيث لبيد ابن أعصم اليهودي موجود في كتبكم في رواية كثيرة جدا أذكر واحدة واثنين فقط حتى الوقت لا ينقضي قال علي فانطلقت في حاجة رسول الله فهبطت فإذا ماء البئر قد صار كأنه ماء الحناء من السحر تغير لون الماء فطلبته مستعجلا حتى انتهيت إلى أسفل القليب فلم أظفر به قال الذين معي ما فيه شيء فصعد فقلت لا والله ما كذبت وما كذبت وما يقين به مثل يقينكم يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلبت طلبا بلطف فاستخرجت حقا فأتيت النبي فقال افتحه ففتحته فإذا في الحق قطعة كرب النخلي في جوفه وطر عليها أحد عشر عقدة وكان جبرايل أنزل يومئذ المعوذتين على النبي فقال يا علي اقرأهما على الوتري فجال أمير المؤمنين كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انتهى وكشف الله عز وجل عن نبيه ما سحر به وعافاه الرؤية الثانية بعدها مباشرة يروى أن جبرايل وميكائيل أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس أحدهما عن يمينه وجلس الآخر عن شماله فقال جبرايل لميكائيل ما وجع الرجل يعني تشبه رؤية أهل السنة فقال ميكائيل هو مطبوب قال جبرايل ومن طبه قال لبيد بن آصم اليهودي ثم ذكر الحديث رؤية ثالثة قال الطبرصي رؤية أن لبيد بن آصم اليهودي صحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دس ذلك في بئر لبني زريق فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فأخبراه بذلك أنه في بئر ذروان كذا كذا ويهو إلى نهاية الحديث إذن أين تدابون من هذه الكتب ومن هذه الأحاديث لم يتوفق رحت هدية إلا كتاب البحار لكن ذكرت لكم المصادر خمسة عشر مصدرا من أعمدة وجوامع الشيعة الثمانية وزادوا عليها ذكروا هذا الكلام وأثبتوه وعلقوا عليه فلماذا تخالفون هذا الكلام لماذا تخالفون هذا الكلام وهو موجود في دينكم وموجود في كتبكم وهو من أهم ما ينقض عصمة النبي في دينكم أكرر عن عمد فأقول العصمة تقتضي نفي كل من قصط عن النبي عليه الصلاة والسلام سمعصوم قادر على فعل الطع وقادر على فعل المعصية لكنه يتركها كما يقول المفيد في تغريف العصمة والمعصوم عندهم لا يسهو ولا يخطئ ولا ينسى معصوم من الكبار من الذنوب كبيرها وصغيرها معصوم من كل شيء فكيف يسحر في دينكم حتى أن ياسر الحبيب في المقطع يقول يخيل إليه أنه كان يأتي إنسائه ضربة في الإدراك العقلي طيب انظر في كتبك طيب قبل أن تستشكل انظر في كتبك قال قال صدوقهم بيانا طبعا أن الصدوق يقول بجوازي هذه المسألة ثم قال منها قوله لليهود يا إخوة القرادة والخنازير فقال له يا أبا القاسم ما كنت جهولا ولا سبابا فاستحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع فاستحيى ورجع ومنها أنه صلى الله عليه وسلم مما ينقض العصمة عند هؤلاء القوم ما جاء عن الصادق أنه كان يرى أنه يجامع وليس يجامع وكان يريد الباب ولا يبصره حتى يلمسه بيديه هذا الكلام موجود فيه موجود في كتاب طب الأئمة في صفحة 114 موجود في كتاب البحار في المجلد الثاني والتسعين والمجلد الخامس والتسعين وموجود في كتاب البرهان في الجزء الرابع كلهم موجود وكذلك في بدء الدعوة كان يقول لخديجة رضي الله عنها قد خشيتوا أن يكون خالة عقلي شيء الذي يقول كلامكم يضرب النبي أو عائشة تقول بأن النبي ضرب في الإدراك العقلي هذا الكلام موجود عندك في كتاب المناقب في الجزء الأول في الصفحة 40 ولم تقل عائشة ذلك أصلا وموجود في كتاب البحار في المجلد الثاني عشر في الصفحة 194 و195 قال قد خشيت أن يكون خالة عقلي شيء وفي لغة لقد خشيت على عقلي ويبدو أن هؤلاء أكثر دراية من النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم هم يرون عصمته من كل ذلك منذ الولادة إلى الوفاة بينما صلى الله عليه وسلم لم يعرف ذلك عن نفسه أيضا مما يتعارض مع اعتقادهم في العصمة بحسب تأويلهم ما زعموه أنه لما فطر عنه الوحي جزع جزعا شديدا فقالت له خديجة لقد قلاك ربك ومنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم جاع جوعا شديدا فأتى الكعبة فتعلق بأستارها فقال رب محمد لا تجعي محمدا لا تجعي محمدا أكثر مما أجعته فهبط جبرائيل عليه السلام بورقة خضراء مكتوب فيها ما أنصف الله من نفسه من اتهم الله في قضائه واستبطأه في رزقه وهناك رواية كثيرة لكنني أخشى أن ينسحب الوقت سريعا هناك ما ينافي عصمة الأئمة كيف ذلك كيف تقول هذا الكلام وأصلا ما قامت العصمة إلا من أجل هؤلاء الأئمة إيه والله هذه الكتب فيها تناقض عجيب لو ظللنا والله لأخذنا ألف حلقة في إثبات التناقض الموجود في كتب الشيعة ولا ينتهي بنا المقام خذ على سبيل المثال من أجل الوقت في علينا أبي طالب أمير المؤمنين المعصوم الأول من قسين قال منها اعترافه بذنبه وخوفه من سلامة دينه قال كيف أدعوك إلهي وقضع صيتك في محاق الأمور موجود ده وقت لن نفتح هذه الكتب يعني الإمام يعترف أنه يعصي الله تولد هذا سبيل الزهد طيب ما كان عمر بن خطاب أنتم دائما ما تقولون عمر يندب نفسه ويقول يا ليتني كنت شجرة تقطع يا ليتني كنت نسيا منسية صح؟ يعني تتهمون عمر بن الخطاب وتتهمون أبو بكر حينما نقول لكم هذا الكلام يقوله من باب الزهد والورع والتقوى تقولوا لا طيب الإمام يقوله هنا معنا يقول علي بن أبي طالب المعصوم الأول قال إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي فما أنا مؤمل غير غفرانك ولا أنا براج غير رضوانك إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم عني بليتي آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته يرحمه الملأ إذا أذن فيه إذا أذن فيه بالنداء آه من نار تنضج الأكباد والكلها آه من نار نزاعة للشوى آه من غمرة من منهبات لضا ثم قال لأبي الدرداء فكيف ولو رأيتني ودعي بي إلى الحساب وأيقن أهل الجرائم بالعذاب واحتواشتني ملائكة غلاظ وزبانية فضاض فوقفت بين يدي الملك الجبار قد أسلمني الأحباء ورحمني أهل الدنيا لكنت أشد رحمة لي النص طويل جاء هذا النص في أمال الصدوق في الصفحة 48 وفي كتاب البحار في المجلد الـ 41 الحادي والأربعون في الصفحة 11 و12 وفي كتاب المناقب في المجلد الثاني في الصفحة 124 أين تذهبون يا شيعة من هذه النصوص سئل علي ابن أبو طالب كم تتصدق كم تخرج مالك ألا تمسك قال إني والله لو أعلم أن الله تعالى تقبل مني فرضا واحدا لا أمساكت ولكني لا أدري أقبل سبحانه مني شيئا أم لا هذا النص موجود في كتاب البحار أيضا وكان يقول أسأل الله أن لا يسلبني ديني ولا ينزع مني كرامته أخبار من هذا القبيل كثيرة جدا فقط حين الكلام عن الصحابة يقولون عمر كان يقول كيت وكيت وكيت حتى الآثار هذه لا نقول نحن مصحتها الآثار كثيرة غير صحيحة وإن صح شيء منها يكون على سبيل التقوى والزهد والورع طيب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أنه حينما خرج ومعرفته وهو آخر بيده رضي الله عنه قال يا معشر الخلائق إن الله تبارك وتعالى باهي بكم في هذا اليوم ليغفر لكم عامة ثم التفت إلى علي بن أبي طالب قال وغفر لك أنت يا علي خاص صحا هل يجرؤ معمم شيئي أن يناقش هذه النصوص؟ هل يجرؤ أن يناقش النصوص الموجودة في كتاب نهج البلغة؟ ولست في نفسي بفوق أن أخطئ؟ هل يجرؤ أن يناقش هذه النصوص في كتاب البحار وفي الجوامل الحديثية الثمانية التي تنسف معتقد الشيعة أصلا في العصمة وتنسف الدين كله لأنه لا يمكن أن يكون الإمام غير معصوم الإمام كما قلنا معصوم وعنده لا يتكونية تخطى لها جميع ضرات الكون ويعلم من في أصلاب الرجال وأرحم النساء وعنده غير مطلق وينزل السحابة ويسير الأكوان وينزل الغيثة لا يمكن أبدا أن يكون الإمام إلا معصوم في دينهم إذن هذه النصوص إلى أين؟ لا غرابة حينئذ أن يأتي الشيعة ونقول بأن كل إنسان شيعي له دين يخص له دين يخص أبسط شيء وأسهل شيء عندهم هذه رواية كلها بطلة يخي الرواية تصل إلى آلاف كلها بطلة طب هناك روايات في إثبات النزول صحيحة ذكر على المجلسي في مرئة العقول وعلق عليها وأثبت صحتها قل لا نأخذ بتصفح المجلسي طب أعطوني مئة حديث صحيح حتى أحاكمكم إليها ألف حديث من مئتين ألف حديث عندكم أعطونا خمسمائة أعطونا عشرة آلاف لا يمكن أبدا هم يريدون الأمر سيالا لا ينضبط عشان ما تعرفش تمسكه سمتعرفش تمسكه أسهل شيء عنده يقول لك درواية بطلة تم وجه مطلانها وجه لا يستطيع أن يوجه هذا كلام كله ويأخذ ما يوافق الهوى فهو رضي الله عنه المعصوم الأول لم يدعي العصمة لنفسه أصلا ولا ادعاها له أحد من أصحابه ولا زال أصحابه يخالفونه في كثير من أفعاله وأقواله لكن لم يحتج عليهم هو بأنه معصوم بل كثيرا ما كان يقول اسمعوا مني أقول لكم فإن يكن حقا فاقبلوه وإن يكن باطلا فأنكروه وفي رواية فإن قلت حقا صدقوني أو إن صدقتموني فاصدقوني وإن قلت باطلا ردوه علي ولا تهابوني إنما أنا رجل كأحدكم هذا كلام علينا أبي طالب فإن قلتم بأن هذه باطلة فهذه صحيحة لو وقفنا معكم عندما يرى التصحيح والتضعيف سنجد مشاكل كثيرة نتناولها إن شاء الله في الملف الحديثي بين السنة والشيعة حين نأتي على هذا الملف ونتكلم عنه شيء من التفصيل ونبين أن كلامهم كلهم في علم الإسلام لا معيارة له ولا ضابطة عندهم في التصحيح والتضعيف في وقته إن شاء الله هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم